المعدة توجد فتحتان للمعدة وهما فتحة الفؤاد والتي توجد في أعلى المعدة عند الجزء المتصل بالمريء حيث أتم دخول الطعام من خلالها أما الفتحة الثانية فهي فتحة البواب والموجودة عند نهاية المعدة لتمرير الطعام إلى الاثنى عشر أجزاء المعدة الفؤاد كارديا حيث تفرغ محتويات المريء في المعدة يقابل الفقرة الصدرية T11 القاع فاندس من اللاتينية يتوضع في الجزء العلوي المنحني مملوء غالبا بالغاز الجسم بادي هو المنطقة المركزية الرئيسية للمعدة البواب بالورس من اليونانية ومعناها حارس البوابة وهو الجزء السفلي من المعدة الذي يفرغ المحتويات في العفج تقابل العاصرة البوابية الفقرة القطنية الواحد تتلخص وظيفة المعدة في تخزين الطعام والعمل على عملية الهضم ولكن كيف تتم هذه العملية؟ فبعد الانتهاء من مرحلة انتقال الطعام إلى المريء يتم نزوله إلى المعدة عن طريق التقلصات العضلية لتبدأ عملية الهضم لتحويل الطعام إلى مواد أبسط وذلك من خلال نوعين من الهضم وهما الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي فالهضم الميكانيكي يكون من خلال الانقباض الذي يحدث في جدران المعدة على الطعام المتواجد داخلها وبالتالي يتم سحق الطعام أما الهضم الكيميائي فيكون من خلال إفراز المعدة لإنزيمات الهضم مثل إنزيم البيبسين إلا أن هذا الإنزيم لا يستطيع إتمام العملية بمفرده ولكنه بحاجة إلى حمض الهيدروكلوريك والذي يعتبر عاملا محفزا ليجتمع معا مكونين العصارة المعدية حيث تعمل هذه العصارة المعدية على خلط الطعام والقيام بتحويله إلى سائل يسهل تمريره وبهذا تكون المعدة قد انتهت من عملها بأن تقوم بدفع الطعام إلى الاثني عشر أي إلى الأمعاء الدقيقة